موسيقى اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها اهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الاخبارية والبداية من موقع المصدر اونلاين والذي عنوان مخططات لتصفية الرئيس وكواليس التنسيق مع ايران وروسيا قناة بلقيس تنشر وثائق مسربة لقيادة جماعة الحوثي تقول التفاصيل ان الوثائق التي بثتها قناة بلقيس كشفت عن تورط عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والحقوقية في العمل لخدمة اجندة الميليشيا في محافلة عدة اقليمية ودولية يضيف الموقع اظهرت الوثائق سلسلة من اللقاءات والاتصالات جرت بين الحوثيين والقيادات الايرانية والتنسيق الكبير بين الطرفين تضمنت الوثائق ايضا مخططات حوثية للتنسيق مع شخصيات جنوبية لتصفية الرئيس هادي وابرز مساعده وفيما يتعلق بالعلاقات مع ايران كشفت الوثائق عن قيام رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس السياسي لانصار الله حسين العزي باجراء عدة لقاءات مع السفير الايراني وتلقيه مجموعة من النصائح الايرانية بخصوص التعامل مع عدد من القضايا واستعداد الخارجية الايرانية للتحرك كوسيط للحوثيين على المستويين الاقليمي والدولي كما كشفت الوثائق عن تلقي الحوثيين نصائح من السفير الروسي في صنعاء تمثلت في اعلان الحوثيين مبادرة للسلام من طرف واحد وذلك لإحراج التحالف امام العالم ونصت مبادرة السفير الروسي على وقف العمليات العسكرية من قبل الحوثيين على الحدود السعودية والتوقف عن استهداف السعودية الصواريخ موقع تغيير نت عنوان ضبط خلية ارهابية بمأرب كانت تستهدف القصر الرئاسي وقوات الجيش والأمن أثناء تسليم المرتبات قال مسؤول عسكري يمني إنه تم إحباط مخطط ارهابي لاستهداف القصر الجمهوري والتجمعات لجنود من الجيش في مدينة مأرب وذلك بعد توقيف الخلية المسؤولة عن ذلك رئيس التوجيه المعنوي في الجيش اليمنى اللواء محسن خصروف قال إن الخلية المكونة من ثلاثة أفراد كانت تستهدف زرع العبوات الناسفة والمتفجرات في القصر الجمهوري والمعسكرات وعضح خصروف أن حراسة القصر الجمهوري اكتشفت مجموعة من الإرهابيين يقيمون في أحد الفنادق المقابلة للقصر وبحوزتهم كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة يعدونها للتفجير وأضاف بأن المجموعة كانت تستهدف مواقع في معسكر الشرطة العسكرية ومقر المنطقة العسكرية الثالثة ومعسكر قوات الأمن الخاصة لكنه لم يكشف عن هوية الموقوفين ولا الجهة التي ينتمون إليها إذن محافظة ذمار في موقع الموقع بوست وردت عنوانا في الصفحة الرئيسية الميليشيات الإنقلابية تختطف مواطنين وتقتادهما إلى جهة مجهولة فقد قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح باختطاف مواطنين من أبناء محافظة ذمار واقتادتهما إلى جهة مجهولة أضحت مصادر محلية أن جماعة الحوثي والمخلوع صالح اختطفت المواطن صالح حسين منصور المحجري أحد أبناء مديرية الحداء من أمام محطة المثال خط الحداء واقتادته إلى جهة مجهولة وبعد ساعة قليلة اختطفت الميليشيات أيضا المواطن صلاح أحمد علي نشوان أحد أبناء مديرية دوران بأنس شهود عيان أكدوا أن مسلحين قاموا على كانوا على متن طقم قاموا بالتقطع في خط صنعات تعز للمواطن صلاح أثناء عمله في الخط بنقل الركاب حيث قاموا باختطافه ونهب مركبته إذن لماذا يزداد الطلب على جماعات العنف في اليمن؟ هذا ما تساءل به الكاتب محمد عبدالوهاب الشيباني في موقع الوحدة وينيت حيث قال أصولية السلطة وعصبويتها والتي أقفلت المجال العام أمام القوى الحية من أحزاب ونقابات وجماعات مدنية منظمة حتى يظل تعبير هذه القوى عن حراك المجتمع ضائف ويلبي فقط شعارات التسويق لديمقراطية النظام خارجيا أنتجت هذه السلطة وبواعي أصوليات موازية غير أن هذه السلطة حينما بدأت بالترهل أولا ثم بالانقسام بفعل ثورة فبراير عام 2011 تركت المجال العام للموازيات من جماعات العنف الأصوليات الدينية والجهوية التي صنعتها على مدى سنوات فشغرته الأخيرة ببضاعتها الرائجة والأقل كلفة بفعل تزايد الطلب عليها هتان القوة العصبويتان الحوثيون والقاعدة وروافدهما بوجودهما الضاغط على الأرض وتعاظم تأثيرهما بفعل تمكينهما من أجهزة السلطة وانسحاب الدولة كمفهوم ونظم لعلاقات المجتمع جعل من مسألة الطلب على بضاعتهما في أوساط الفئات الفقيرة والعاطلين الشبان والعصبويين أمرا يسيرا وميسرا أيضا فكونته في أقل من عقد من الزمن جيشا من المحاربين العقائديين يخوض حتى اليوم حربا مفتوحة على المجتمع في كل الجغرافية اليمنية وفي إعادة لإنتاج الكارثة يمكن للمتابع أن يلحظوا بقوة اليوم أن المناطق التي خرجت من قبضة تحالف الحرب الداخلي الصالح حوثي في الجنوب وتعز ومأرب والجوف صارت تشغرها جماعات العنف الديني والمناطقي بسبب غياب الدولة الشرعية وضعف أداء أجهزتها في هذه المناطق فصارت طلب على بضاعة هذه الجماعات أيسرة وأرخص من بضاعة شرعية ذاتها وتربة هذه المساحات أخصب لتفسيل مشاريع الفوضى والتفتيت مقايم المونتور عنوان اليونسيف في كل عشر دقائق يموت طفل يمني بأمراض يمكن الوقاية منها حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونسيف في بيان حصل يمن مونتور على نسخة منه إن أكثر من مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة مشيرا إلى أن حوالي 46 ألف طفل منهم يعانون من سوء التغذية الحاد وهي زيادة كبيرة تصل إلى 200% مقارنة بالعام 2014 ونقل البيان عن الدكتورة ميرتشل ريلانو القائمة بأعمال ممثل اليونسيف في اليمن قولها إن معدلات سوء التغذية في اليمن هي الأعلى من أي وقت مضى وصحة أطفال البلد لم تشهد مطلقا مثل هذه الأرقام الكارثية التي تشهدها اليوم أما موقع الاشتراك نتف عنوان منظومة التحالف الجوية تعترض صاروخا بالسطين في سماء مأرب حيث اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي صاروخا بالسطين أطلقته ميليشيا الصالح والحوثي على مدينة مأرب وذكرت مصادر متطابقة أن منظومة الدفاعات الصاروخية للتحالف الباتريوت اعترضت صاروخا بالسطين لينفجر في سماء المدينة ولم يخلف أي أضرار وبعيدا عن الجو السياسي الملتهب وفي أجواء الجوائز التي يحوز عليها المتميزون من أبناء الشعب اليمني قال موقع صهريج نت إن ميشيل ليردون مديرة الوكالة الفرنسية في باريس كرمت الزميل ومصور الفيديو نبيل القعيطي نتيجة حصوله على المرتبة الثانية في جائزة روري بيك في لندن وهي جائزة تقديرية سنوية تمنح لأفضل صحفيين فيديو المستقلين حول العالم مديرة الوكالة الفرنسية سلمت القعيطي الجائزة في المكتب الرئيسي للوكالة الفرنسية في العاصمة باريس والتي منحته كاميرا تلفزيونية كانون وجائزة مايك وجهاز مايك وساند مايك ودرعا عازلا من الرصاص إضافة إلى جائزة عينية من روري بيك يضيف الموقع المصور اليوناني ويل بولوس المتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس حصل على المرتبة الأولى بجائزة روري بيك وحصل نبيل القعيطي على المرتبة الثانية بسبب تغطيته الحرب التي شهدتها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير اتقوا معنا من جديد مرحبا لكم صحيفة العرب الجديد قالت إن مصادر رسمية كشفت عن موافقة الحكومة اليمنية الشرعية على إنشاء شركة طيران جديدة بعد توقف الخطوط العربية والدولية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ انقلاب الحثيين في سبتمبر 2014 وأيضا لكسر احتكار الخطوط الجوية اليمنية لرحلات الطيران وقالت المصادر في تصريح للعرب الجديد إن الشركة الجديدة تستحمل اسم خطوط الملكة بالقيس للطيران ومملكة لمستثمر وطني دون الكشف عن اسمه ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها في صيف 2017 وستعمل على تأمين رحلات بكلفة مخفضة حيث تحتكر شركة الخطوط الجوية اليمنية الرحلات من وإلى اليمن وتأسست عام 1978 كطيران رسمي بالشراكة مع السعودية التي تمتلك 49% من رأس مال الشركة فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51% أما عن آخر التطورات الميدانية فقد قالت صحيفة البيان الإماراتية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة على مواقع الإنقلابيين في صنعاء ومحيطها في حين كبدت القوات الشرعية الإنقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال معارك ضارية في محافظات الضالع والبيضاء وتعز ووفق مصادر محلية فقد استهدفت مقاتلات التحالف بأكثر من 13 غارة مواقع الإنقلابيين في منطقة السر التابعة لمديرية بني حشيش بضحية الشرقية للعاصمة صنعاء كما استهدفت شبكة الاتصالات في المرتفعات الغربية للمدينة في منطقة بني مطر والمجمع الرئاسي وميدان السبعين وفي عدن قالت صحيفة الخليج الإماراتية نقلا عن الشرطة اليمنية في مدينة عدن إنها احتجزت سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير بعد يومين فقط من تفجير انتحاري استهدفت تجمعا لعناصر في الجيس وأسفر عن مقتل العشرات وأضح بيان صادر عن شرطة عدن أن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة تمكنت من ضبط سيارة مفخخة في الشارع الخلفي لمنطقة المعلى في مدينة عدن بعد معلومات مؤكدة أدلى بها مواطنون لإدارة الأمن ولفت البيان إلى أن هذه المعلومات قادت إلى ضبط السيارة المفخخة التي تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات من بينها ألغام أرضية وعبوات ناسفة وأضاف البيان أن خبراء متفجرات تابعين لوحدة مكافحة الإرهاب تمكنوا من تفكيك متفجرات السيارة صحفي آخر تفيد روحه إلى خالقها في بلد عربي وهو محمد تمالت صحفي جزائري توفي في السجن كتب عنه توفيق رباحي بصحيفة القدس العربي وقال تمهيد ضروري لغير الجزائريين من القراء محمد تمالت صحفي ومدون جزائري شاب اشتهر بنقده الشديد حتى القدح بحق رموز الدولة الجزائرية وزوجاتهم وأبنائهم بل لم يسلم من لسانه حتى صحفيون ومثقفون ورجال أعمال جزم هو أنهم يسبحون في فلك نظام الحكم عاش تامالت في لندن منذ أكثر من عشر سنوات اشتهر بأنه مزعج لكل الناس وفي كل الاتجاهات الصيف الماضي حيك له فخ فدخل إلى الجزائر لكن ألقي عليه القبل وحكم وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ مع غرامة مالية احتج على الحكم بإضراب عن الطعام في السجن دام أكثر من ثلاثة أشهر وكانت نهايته وفاته بأحد مستشفيات العاصمة صباح أمس الأول متأثرا بما لحق به من تعذيب نفسي وجسدي ومن سوء معاملة لن أدعي أنني كنت صديقا للفقيد أو حليف لم نكن يوما كذلك وما فرقنا أكثر مما جمعنا اختلفنا في أول لقاء جمعني به عندما زارنا بمقر هذه الصحيفة وكان حديث عهد بلندن ألقى أمامي محاضرة صاخبة من شقين الأول تباهى فيه بأنه من أشد خصوم نظام الحكم في الجزائر الذي قال إنه يعرف كل رجاله ونسائه وثانيهما أنه حط الرحالة بلندن بموجب منحة من الدولة الجزائرية لمواصلة دراسته الجامعية سألته بخبذ كيف تكون معارضا وأنت تستفيد من منحة دراسية لا ينالها إلا أبناء علية القوم وكبار اللصوص الذين تدعي أنك تحاربهم ارتفع صوته وزاد من حدة نبرة كلامه فأيقنت وأيقنه وكذلك أننا لن نكون أصدقاء حفظنا على ود بعيد نتبادل التحية العابرة في المرات القليلة التي التقينا خلالها لاحقا ثم تفرقت بين السبل لم يم التاملت بالتهاب الرئوي كما يزعو بيان إدارة السجون إنما مات لأنه أهمل ولم يلقى حقه في العناية لم يبدل الجهد الكافي لإنقاذه مما وضع فيه ومما وضعه ونفسه فيه الذين قادوه إلى هذه النهاية وأحرقوا قلب أمه عليه صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادث غرق سفينة في محافظة سقطرة ورفع نتائج التحقيق إلى مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلال عشرة أيام كما قام بن دغر بتوجيه وزير المالية بصرف مبلغ مليون ريال يمني لأسرة كل مفقود وخمسمائة ألف ريال لكل ناجم من المنكوبين في حادث غرق السفينة فيما أشر وزير الثروة السمكية فهد كفاين إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة خمسة عشر سفينة وعشرات من قوارب الصيد إضافة إلى قوات الدولية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة صحيفة الواشنطن بوست أوردت في الشأن اليمني نتيجة غير متوقعة على الإطلاق حيث كشفت بأن أكثر الرجال في اليمن يطبخون وينظفون وذلك في تقرير لها قالت فيه أيضا بأن الحرب اليمنية قد أعطت دورا كبيرا للنساء اليمنيات وجعلت الرجال أكثر انفتاحا وأضافت الصحيفة أن الحرب جعلت المزيد من النساء ينفقن على أسرهن في الوقت الذي أصبح فيه الرجال يقومون بأعمال الطهي والتنظيف في المنزل وقالت الصحيفة أن النساء في إحدى قرى اليمن لم يجنين أموالا بأنفسهن من قبل ولم يغادرن منازلهن دون إذن أزواجهن حتى جاءت الحرب فأصبحت الأمهات وبناتهن يخرجن مع فجر كل يوم إلى المناطق الجبالية لجمع الأخشاب وتحويلها إلى فحم وبيعها أما الرجال فيبقون في المنزل ويرعون الأبناء وفي بعض الأحيان يقوم الرجال بأعمال الطهي والتنظيف ومن الأخبار الأكثر تداولا قالت صحيفة القدس العربي بأن راهبا هنديا في المئة والعشرين من العمر يعتقد بأنه أكبر المعمرين على وجه الأرض يدعي بأن سبب وراء العمر المديد يعود إلى حياة العزوبية والعزوف عن المتاع الأرضية ينتظر سوامي الآن قرارا من لجنة جينيس للأرقام القياسية للتحقق من دعواه ليصبح فعليا الرجل الأطول عمرا على وجه البسيطة تضيف الصحيفة يرى الرجل أنه يتفوق عمرا على اليابان جيرو كيمورا الذي كان يعتبر الأطول عمرا رسميا قبل وفاته في يونيو 2013 عن 116 عاما و54 يوما الجديد بالذكر أن الرجل الناسك الذي يعتنق الهندوسية يبلغ طوله فقط مترا و58 سانتي وهو لا ينام على سرير أبدا أو يستخدم وسادة طوال حياته بل ينام على حصيرة مفروشة على الأرض ويستخدم قطعة من الحجر كوسادة من أجل ماذا كل ذاك الشقاء؟ تساؤل اخترته المدونة المصرية نهال جمال عنوان لمقالها والذي قالت فيه إننا بعد مرحلة عمرية ما تتغير نظرتنا الشاملة إلى الحياة ومكنونها نتطور بفعل الزمن وحوادثه وتتغير ملامحنا ومعالم تفكيرنا ربما تتحول بعدها تلك الأحلام كنا تحت سطوتها طيلة حياتنا إلى أسباب غير كافية تقف عندها وتتساءل من أجل ماذا كل ذاك الشقاء؟ لربما ذاك الطالب الذي بذل أقصى جهده من أجل الاتحاق بجامعة ما يقف أمام بابها كل يوم ويسأل إن استحقت ذلك العناء يوما إن استحقت أن يحمل متاعه ويودع أهله ويفارق رفق أمه إلى قسوة المدينة البعيدة حيث يقع حلمه أو ما كان حلمه في يوم ما في مرحلة فارقة يقف المرء منا في مفترق الطريق وتقتله الحيرة إن كان هناك ما يستحق بعضنا محظوظ قد اهتدى إلى رشده ولكن بعضنا منعاش عمره كاملا دون أن يعلم نحن بحاجة إلى الله لأن ارتباطنا الوثيق بالله يمنحنا كل الدوافع ويجعل لتلك الحياة الفائسة معنا وقيمة ويحول تلك الأفعال الاعتيادية المملة إلى سلسلة كفاحا متصل في سبيل هدف ما نعيش به ولأجله لربما تلك الأحلام كلها لا تستحق في ذاتها وإنما فيما تخفي وراءها نبدأ في النضج ونعلم أن الله قد منى علينا بشيء من الحكمة حين ندرك أن السعي في سبيل تلك الأحلام التقليدية ما كانت سوى خطوات ارتبطت بهدف أعظم مما قد تبدو عليه في حد ذاتها حين تبدأ باكتشاف كنه ذاتك ووجودك وتدرك أنك وحدك قد عنيت بهدف ما بخيط ما في هذا الكون خيط يربطك ويبقيك متزينا إذا اختلت قوانين الجاذبية من حولك فيما يلينا استعرض معكم بعضا من صور مراسم تشييع ضحايا التفجير الإرهابي لكنيسة قطية في مصر نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة